النصوص التنظيمية وغيرها حتى حقيقة قانون الاستثمار الجديد يحقق أهدفه على أرض الواقع بطبيعة الحال شوفي من بين العناصر القوية في بعث اقتصاد جديد أولا نقول طمأنة هي فيه لازم نخلقه دابور يعني بيئة بيئة ملائمة الانفيرامو اديكو الانفيرامو استابل يعني فيه طمأنة لكل الناس من جهة من جهة ثانية من خلال هذا الجو أو هذا الانفيرامو نخلقوه لازم يتبع بمناخ ليخلي الناس تروح للفعل السيري والعمل وكذا وكذا وطمأنة الناس ونظن بالأكبر الورشات اللي فتحت وكانت عندنا شجاعة فيها هو ورشة قانون الاستثمار لأنه هو مفتاح نستقبل سوفراء كثيرين من دول أجنبية وننتظر قانون الاستثمار ما هي وحتى رئيس كنتكلمها يقول كي من بعض الدول اللي جيت استثمار وكتلموا مكاشي استقرار في قوانيننا رام الذي يخيف المستثمر الأجنبي عدم استقرار القوانين رأس المال جابان وبالتالي لازم يحوس على استقرار يحوس على طمأنة يعاوس على كذا إذن نظن بالأكبر خطوة قمنا بها هو أننا مشينا إلى قانون الاستثمار سيفري طولنا فيه سيفري خدا وقت كثير للأسف لكن اليوم جاء وقته باش ننطلقوا اقتصادين بقانون القانون هذا إيجابي وإيجابي جدا يخلينا نمشي من دعم الاستثمار إلى خلق الطروة إلى خلق مناصب الشغل هذا القانون اللي يجال اللي مازال ما هبطس للبرلمان لم يوزع بعد لكن عدنا عليه بعض المعلومات اللي تمكننا نقول بأنه قانون اللي خلينا نتكلم على استثمار استراتيجي أننا نجلب لزيديوه لنجلب الاستثمارات الأجنبية نخلي المستثمر عندما يجي الجزائر ما يخاف يحول أمواله وكي ما يحب لكن في كل الدول نخليهم يكون مربوط بقرار والي أو بقرار رئيس دائرة أو بقرار وزيرنا يعني فيه بعض الإجراءات اللي اتخذت من قضية السياني من الصندوق الوطني اللي دعم الاستثمار إلى مرافقة الاستثمار إلى بعث استثمار من جديد كذلك الكلبي يعني سرديق دعم الاستثمار يموجوده في الولايات كذلك تغييرت صالحيتها وعطت لها صالحيت أكثر لكن احنا نقول بأن القانون لازم يكون لأن على حسب المعطاية اللي عندي قانون إيجابي وإيجابي فيه جرأة سياسية فيه نظرة يعني استطلاعية واستشرافية لبناء اقتصاد قوي ومشاركة كل لزيد في الخارج خاصة دخلهم وحتى نخليه الناس تستثمر بكل قوة لكن فيه نقائص ان شاء الله برك لأنه يقولوا اللي بلي فيها الكثير من المواد اللي بعثتنا إلى التنظيم احنا مشكلنا في الجزائر مش مشكل قوانين للأسف مشكل أننا كل مرة رحوا للتنظيم والتنظيم ما يمشيش أنا نتمنى لأن القانون هذا على ما أظن فيه 33 مادة من خلال 33 مادة كانت 11 مادة تبعتنا إلى التنظيم وللأسف حتى في الدباجة نتاعه يتكلم على التنظيم لأن القانون 2016 ما مشاش لأن التنظيم ما داروهش في وقته إذن من لازمش إن شاء الله إن شاء الله إلا أننا لم يجبناش قوانين أو التنظيمات كريثة إلا لم يجبناش مع القانون كريثة إلا تحتوا على هذه الجزائية جزئية النصوص التنظيمية لمهمة جدا حتى ترافق قانون الاستثمار الجديد